تنضم معنا من رامالله مراسل القاهرة الأخبارية ولاء السالمين أهلا بك ولاء لو نعرف منك آخر تطورات الأوضاع في جنين أهلا بكم تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثاني على سوال عدوان على مدينة جنين ومخيمها الآن في ارتفاع في وزارة الصحة الفلسلية قالت أن هناك ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى عشرة شهداء بعد العثور على جثمان صباحة اليوم في مرج بن عامر إضافة إلى نحو مئة جريح بينهم عشرين في حالة خطرة الآن الاحتلال الإسرائيلي يشنغرار جوية ما بين الحين والآخر على مواقع تقول أنها تستهدف فيها المقاومين الفلسطينيين فيما أرسل التعديزات ترافقها جرافات إلى محيط المخيم وواصلت اتلاف المنازل المواطنين في يوم أو في ليلة أمس تم إرغام مئات المواطنين في المخيم على ترك منازلهم وإذنهم قصريا وتهجيرهم قصريا من منازلهم يذكر أن هذه الهجرة يعني من عام 48 و 67 عام 2023 يتم إعادة المشهد مرة أخرى مشاهد التهجير القصري لفلسطينيين من عام 48 و 67 والآن في عام 2023 شهدت عدة منازل اقتحامات لقوات الاحتلال في مقارة مصادر الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي أن نحو 120 فلسطينيين تم اعتقال من مخيم جنيين ومن أنحاء متفارقة من الضفة الغربية لينت أن تم اعتقال 9 فلسطينيين نتحدث عن تواصل قوات الاحتلال في هذه الحملة وحملة مدعمات واسعة للمنازل فيما أحدث الثقوب في جدران بعض المنازل واختراق هذه الثقوب ومن ثم الانتقال من المنزل إلى آخر نتحدث أيضا عن خلال هذه المحظات قال مدير صحة رام الله بأن تم منذ يوم أمس استرفار جميع المتشفات وتم إلسى الأطباء طوارئ من ذو الكرم وطباص وقلقيني لسكن وعلاج المصابين بعد أن أرهقت التواقم الأصولية في جنين نتحدث عن مئة جريح وعشرين في حالة خطرة والآن نتحدث عن عشرة شهداء لم يتم تشفيحها وإنما تم وجودهم وتواجدهم في الثلاجات في مستشفيات جنين الحكومية كما تم إرسال سيارات إسعاف من المستشفى القلقية وتوقم الإسعاف إلى مستشفى جنين وبالتعاون مع التنظيم في سنفيت وقلقيني وعدد كبير وصل من أخصاء الأوعية الدموية والجراحة من المستشفى الحكومية متواجدين الآن في مستشفى جنين وأيضا عدد من الأخصائيين الذين قادموا من القطاع الخاص ومن القطاع للتنوع وإسلس طيب ولا يعني على ذكر على ذكر حالات الإصابات الموجودة في جنين التقارير الواردة من هناك تشير إلى صعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين نعم هل ماذا لهذا هو الوضع وكيف تم توفير الرعاية الصحية للمصابين والجراحة في ظل هذه التقارير التي تشير إلى غلق قوات الاحتلال موجودة ميدنيا إلى وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفى هذا ما تحدث به جدير الإسعاف والطوار في هلال الأحمر قال أن القضاء الإنساني يتوقع استمرار وجود قوات الاحتلال في مخيم جنين ومنع التواقم الطبية من القيام بمهامها يذكر أن هناك العديد من الدمار الشامل للبنية التحكية سواء من خطوط المياه وخطوط الجهرباء وإذن صعوبة تنقل مركبات الإسعاف بسبب الدمار الذي لحق بالبنية التحكية في مخيم جنين نتحدث أيضا عن الإدراب الشامل الذي يعمل محافظات الوطن من الشمال وحتى الجنوب حدادا على أرواح الشهداء يذكر أن القوى الوطنية دعت إلى مديرات في أنحق طريق المظيفة الغربية وإذن دعوة مجموعة عرين الأطول لنزول إلى الشوارع والحواجب الإسرائيلية وكانت قد لبى النداء من قبل أبناء الشعب الفلسطيني يوم أمس وقامت الشباب بوجودهم في الشوارع وإنطلاق مستيرات في مختلف محافظات الوطن في مندلعة مواجهات في أحياء متفرقة ومحافظات متفرقة من الضفة الغربية شهدت مدينة رامالله عند الحجز العسكري للمدقى الشمال لمدينة ألبيرة مواجهة وأيضا بلدتين دورة وحلسول في الخليل نتحدث عن بلدة قوع التي شهدت مواجهات عنيفة يوم أمس من شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها إدلاع مواجهات يوم أمس ويوم ستكون هناك مسيرات تنديدا في جراء الاحتلاف في مخيم جنين يذكر أن مدينة مابلس تعاون شقيقتها مدينة جنين بإعطاء المواد التموينية والآن يذكر أن المواطنين قد فتحوا أبواب منازلهم للمواطنين الذين تم تشريدهم من هذه المنازل في مخيم جنين في طول كرم وأيضا في مدينة جنين على الأطراف في مدينة جنين التي هي آمنة في هذه اللحظات وأيضا في مدينة نابلس فتحة أبواب منازلهم للأشقاء في مخيم جنين هذا ما يحدث الآن في مختلف محافظات الوطن ولا القوات الإسرائيلية حشدت قوات عديدة لبدء محاولة اقتحام لجنين هل هذا أكبر العديد من العائلات الفلسطينية الخروج من المخيم؟ يعني قامت طوات الاحتلال بنشر قنصاتها على أطراف المنازل وفيما بعد ذلك هددت المواطنين الفلسطينين في منازل قريبة من هذه المنازل والتي تقع على مداخل مخيم جنين ليس في مخيم جنين وإنما على المداخل قامت بتهديدهم عنهم إذا لم يتركوا هذه المنازل ولم يغادوا سيتم القصف بشكل عشوائي ولا ربما هذا ما أرار قوطهم وحيطتهم خطا على أنهم الرضع وفقار لكبار السن شهدنا مشاهد قاصية جدا الفيديوهات التي خرجت من مدينة جنين وتشريد الأهالي سواء الرضع وأيضا الكبار السن من مخيم جنين كانت قاصية جدا على جميع الثلسطين يذكرهم بمشاهد النكسة والنكسة الآن يعيدون ذكر القاصية والأليمة لهذه المشاهد التي رأوها تحتى تهديد السلاح وعنوى تمت تشريدهم وإخلاءهم وتشجيرهم من هذه المنازل بكي يكون قوات الإحتلال بالاستلاء على هذه المنازل ولربما سيكون منها يعني نحن طبعا نتمنى الوقف الحالي والفوري لهذا العدوان الغاشم على جنين ولاء السلمين مرسد قهرة الأخبارية كنت معنا من رامالله شكرا لك ترجمة نانسي قنقر